اشتركوا في القناة وعشرين من الشهر الحالي فيما سيعطى الجيش وسلطة السجون ودور رعاية المسنين والشرطة تطعيما مستقلا وأشار نتنياهو إلى أن استعداد صناديق المرضى لتنفيذ المهمة توضح القدرة على توزيع التطعيم بأفضل طريقة في العالم على حد تعبيره كما وطالب بالالتزام بالتعليمات حتى يحدث ذلك وأكد إدليشتين على تصريحات نتنياهو قائلا إن مراحل التحضير للتطعيم ضد فيروس كورونا تجريب صورة عملية للغاية مضيفا إلى أنه من المتوقع البدء بالعملية الأسبوع المقبل